أخبرني عيادة أخبرك إيه؟ أخبرك إيه؟ كويس؟ بحقيك الأول على مستواك الموسم ده استنينا التوقف عشان نتكلم معاك عن المستوى الحلو اللي انت عامل الموسم ده ناس كلها أنظرها راحت ناحية مين الظاهير الأيمن بتاع طلاعي على الجيش ده حد ما عرفوا من إيه ده ده اللي كان مع منتخب الشباب والإسماعيلي فمبروك الموسم اللي انت عامل حدنا أخليك الله أبارك فيك وطبعا مبسطنا أنا معاك يعني المواردة وطبعا اللي حصل ده وللناس شايفها دلوقتي ده مش الموسم ده بس أنا كان قبل كده الموضوع كان يبقى كنت ماشي في طريق تاني بس الحمد لله يعني ربنا أراد إن هي تتأخر شوية وأنا كنت راضي بكل ده عشان كده ربنا أحبي عوضها للسنة دي باللي أنا بقدمه إن الناس يبقى فيه حتة القبول دي من عند ربنا طبعا بس أنا بحس يعني أنا حسس إن السنة دي تعويض من ربنا ليا في اللي فات وأنا لسه ما عملتش أي حاجة يعني كل ده ولسه ببدأ يعني الحمد لله أنت دلوقتي في مرحلة الناس عرفت الاسم وبدأت تركز بزرط 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 اللي جاي قد يكون أهم بالنسبة لك واصعب صح؟ يعني أهم واصعب لإن أنت قبل كده لو كان حصل أي حاجة هو عادي أنت مش مش معروف بس الناس ناسيك شوية مظبوط فعادي أنت مش تحت الأنظار لكن دلوقتي لأ كل حاجة محسوب عليك يعني ان انت اي حاجة بتعملها في الملعب برا من الملعب كل الكلام ده محسوب عليك فانت لازم تقف مع نفسك و لازم تعرف انت بتعمليه فكل ده مهم يعني ازاي تعملت انت مع الموسم ده بأنك انت مع طرق الجيش بقى لك 3 سنين الموسم ده هل كنت بصصله بشكل مختلف هل كنت حاطت قدامك تحديات علشان تعرف تظهر كاسم قدام الجمهور اكيد اول يعني اللي حصل كده والعداي اللي انا هدمه ده مش من فراغ يعني انا زي ما قلت لك الفترات اللي فاتت وانت عارف يعني اتأخرت كتير الموسم اللي فات كان برضو حصل لي يعني حسيت ان ربنا كان بيكلمني الالولمبيات كان مفروض السنة اللي فاته ايه لما اتكسرت وعملت العملية لسه نتكلم فيها ايه جات موضوعه كورونا انه هو يأجل بطولة سنة تمام يعني جات اتأجلت وانا نايم اصلا في العسرير فلما حصل كده حسيت ان فيه بقى حاجة يعني ربنا بيكلم معايا بيقول لي معاك سنة كاملة تتغلق فيها يمكن تروح الاولمبياد فانا في خلال السنة دي على قد ما انا اتنسيت على قد ما انا عدت مع نفسي اكتر حاجة ممكنة اه فلما الموسم خلص يعني جيب بعد الموسم انا فنشت الموسم يعني كمان فنشت ورجلي في الملعب الحمد لله فخلصت الموسم وعادت قلت لأ خلاص يعني الموضوع ما بقاش مستحمل هو كل حاجة بالاسباب اي وربنا طبعا هو اللي بيحط يعني كل واحد في مكانه الصح بس انا طبعا قلت يعني انا بحبش احط نفسي مبررات اكتر اي يعني انا اتصابت طب اتصابت دي طب انا اثرت في ايه طب انا عملت مش بقى يعني بحب اطلع نفسي برا حيطة العين والحسد والكلام ده شوية تمام ممتاز بشوف انا مؤثر فيه الاول مش مؤثر في حاجة هي كده كده بتاعت ربنا مكتوب